هل هي أفضل من المدمرات السابقة بعجلات الحظ مثل الجي أس مايا ولا تي أف ولا الفرقاطة F124 ولا غيرها من القطع اللي كانت بعجلات الحظ هل هي أفضل ونحن عن مدمرات بالتحديد الجي أس مايا أم لا هنا أنا بين قوسين نحدد أفضل أم لا لأن ما طول مدفوعة ما طول تكون بعجلة حظ وممكن تصف لك عشرات الدولارات إلا أن تكون من دولار تطلع لك هذه القطعة لازل تكون قوية جدا قوية جدا حط بين قوسين فلاكم مشاركة جدا مهمة قد نتعرف على مواصفات هذه المدمرة ونجربها بالأونلاين نجي أول شيء يا شباب على المواصفات البدن 468 نجي بس على البدنة بشكل سرع ونقارنها مع التيف 2000 يا شباب ون التيف التيف 2000 بدنها 474 حلو بينما اللوكاس يا شباب 436 أقل جي أس مايا أين هي هاي جي أس مايا أقل من قدن 460 جي أس مايا سرعة 27 التيف 26 واللوكاس يا شباب 24 المناورة والرادار 9x8 هنا المناورة والرادار 11x10 هنا 9x8 سونار 2.8 هنا سونار جيد 2 هنا سونار جيد يا شباب 3.6 تتفوق بالسونار باقي المواصفات لع القطع الأخرى تتفوق عليها فقط فارق البدن البسيط 3 صواريخ مغلقة من نوع ريم 174C وهذا الصواريخ معروف أنه يضرب طائرات مفروض 3 طلاقات يطلق فقد يكون هو عبارة عن منظومة الدفاعجة وهنا لم يحط أنه يضرب الطائرات بس نجربه 3 صواريخ متغيرة حطي DF12 نووي يعني عندنا صار 6 طلاق من الصواريخ 6 طلاقات بإضافة إلى مدفع متغير حطيته باعتبار أيضا 220 مواصفات حلوة ويضرب الطائرات حسب ما أذكر الطور بيت حطيته نووي يا شباب نعمت فوه حطت كل شيء بها قوي مروحي لكشف كاموف الدفاع الجو ملعبت أبدا ما غيرت السيارة معفتها 3 3 ريم 116 صاروخي آخر مغلق بالإضافة إلى ريم 161 بلوك 2 بي يعني عندنا سبع منظمات دفاع جو الصاروخية بحتة هذه المواصفات يعني هنا أنا أول نقطة نقولها أنه ما بي شيء كافح الطربيدات هاي أول نقطة هاي المواصفات من المفترض أنه تكون جيدة جيدة وليس أكثر أو لن يحكم أوكي شباب قسم الى الصاروخ اللعبة قسم الى الرمج طوال إن 9 حاجة من ألا أنا أبدا المترجم للقناة 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 موسيقى التعامل ايها شوفوا شباب هاي هاي بيّدت نقطة الضعف بالطوربيدات اي نقطة هاي الضعف يعني مجموعة طوربيدات كبيرة تجي مثل غواصة انزامي او تجيني باليقرود قدامي بالبوسايدون وغيرها ايان هنا رح اكون بنقطة ضعف كبيرة جدا لا اقدر اناور لا اقدر اكافح الطوربيدات فهاي نقطة سلبية بالنسبة لهذه المدمرة هل تستحق انه تكون بالعجل مدفوعة؟ لا بين وبينكم وبكل صدق وبدون مجاملة لا لا يعني ممكن اذا حطوه بالرويل باصل في اي ببداية طيارة او قاسة فاقول لك ايه 14 دولار ايه بس بعجلة لا اقدر اكم تعليقاتكم على القطعة والمدمرة امريكية وفي امان الله